الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بيستقبل وزير خارجية دولة الإمارات العربية الشقيقة بعد هذا الزخم وهذه الأحداث والحوارثة التي بيشهدها الخليج العربي خلال الساعات والأيام القليلة الماضية الرئيس عبدالفتاح السيسي بيلتقي بوزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد النهيان وبيؤكد على الثوابت المصرية الدائمة التأييد المطلق والدعم الكامل وأذكركم بهذه المقولة الرئاسية التي قالها الرئيس وأطلاقها في بداية حكمه مسافة السكة من القاهرة إلى أبو ظبي من القاهرة إلى الرياض من القاهرة إلى المنامة من القاهرة إلى الكويت هو بعد استراتيجي مصري لا يمكن أن تفرط مصر لحظة فيه لذلك كان لقاء الرئيس مع وزير خارجية الإمارات بيؤكد على هذه الثوابت يعيد التأكيد مرة ومرة ومرات على ثوابت مصرية خالصة بتتعلق بأمن الخليج ومصر حكومة مصر الدولة مصر الشعب بتؤيد دولة الإمارات من ناحيته أكد الشيخ عبدالله بن زايد أن التطورات الجارية في المنطقة في الإقليم في الخليج بتؤكد على أهمية العمل العربي المشترك والتباحث الدائم بين القاهرة بين أبو ظبي بيؤكد على أن مجمل القضايا المشتركة والاهتمامات المشتركة لها نفس الاهتمام ونفس درجة الاهمية الاستراتيجية بين الدولتين